المعنى الثاني فلاقصي مواقع النجوم نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما القرآن نزل منجما أي مفرقا ويقول نجوم القرآن ثلاث وأربع وخمس يعني تنزل ثلاث آيات مع بعض أربع آيات مع بعض يسمونه النجوم نجوم القرآن ويقول الأقصاد الحين يسمونها النجوم على نجوم يعني على أقصاد والقرآن كذلك نزل منجما ما نزل القرآن دفع واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب نزل جملة واحدة بينما القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة كل فترة تنزل آيات معينة أحيانا تنزل سورة كاملة أحيانا تنزل نصف سورة أقل أكثر وهكذا تنزل كلمة تنزل آية فهي يسمونها النجوم القرآن أي نزل منجما مفرقا فيكون المعنى الثاني فلا أقسم مواقع النجوم أي مواقع نجوم القرآن خلال 23 سنة كل المعنيين قال بهما علماء من هذه الأمة من علماء التفسير ورجح الطبري رحمه الله تعالى الأول وهو قول الأكثر واختار بعض أهل العلمي كالشنقيط وغيره أن مواقع النجوم نجوم القرآن على كل حال الآية تحتمل المعنيين والقاعدة عند أهل العلم إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى لا تضاد بينهما فتحمل على المعنيين جميعا كما ذكر ذلك شيخنا ابن اعتمير رحمة الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر